السلام عليكم شباب راح نبدي بال part 2 of lipids lectures اللي هي محاضرة الليبت راح نبدي بالجزء الثاني physical properties of fatty acids احنا عرفنا اشي عاني شوان نسميها قبل شوية بالمحاضرة تسمية مالتها double bond الموجودة بيها شو هو الفلق بين الفات والاويل هاي كلها عرفناها هس احنا نجي للخواص الفيزيائيه لهذه fatty acids the physical properties of fatty acids are largely determined by the length on degree of unsaturated of hydrocarbon chain اذن تتحدد هذه بطول السلسلة وبدرجة السaturated and unsaturated fatty acids the longer the chain of the fewer the double bonds the lower is solubility in water اذن اولا الطويلة السلسلة وقليات الدبل الدبل بوند راح تكون قليات الدوبان بالمي and higher is the melting point وتكون درجة شبيهة يعني اذا طويلة السلسلة ومشبع saturated ما بها double bond او قليات الدبل بوند راح تكون اولا قليات الدوبان بالمي اثنين انه الملتد بويند ما تكون عالية الدبل بوند اضاقة الدبل بوند راح تقليلي مثل ما قل شوية قلينا الفات والايل انه يكون شبيهة انه يكون انه يكون انه يكون عدد دراب الكربون نفس الهيدروجين نفس الابسجين لا تكون يختلفون بالconvermation about the the double bonds إذن double bonds in fatty acid chains prevents two type of geometrical azomers cis and trans cis azomers have the curve configurations بينما trans azomers have linear configurations configuration إذن عفو trans azomers have linear configurations due to curve configurations cis unsaturated fatih acid half lower بما انه يكون على شكل curve راح يكون على شكل curve راح يكون هو أقل lower melting point as compared to their trans counterparts most of the natural unsaturated fatty acid have cis double bonds يعني أغلبها الموجودة بالطبيعة شبهة يكون cis وليس fatis يعني على شكل curve وليس متقابل على شكل linear الوانكس are long chain اللي هو قلنا الوانكس هو long chain fatty acid من 14 إلى 36 راح يكون esterification مع من مع أيضا الكحول من 16 إلى 30 ذرات carbon هنا على سبيل المثال بالماتيك اللي هو 16 ذرات كاربون راح يكون مع الكحول اللي هو جد هنا 30 ذرات كاربون في كون عندي الواقس هنا قبل الشكل اللي وضعت لكم بقيت لكم الممبرين two layers outer و inside نشوف هنا كلايكو جزء 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 حسنا طبق من الليبين inside sterol phospholipids boller وهنا راح يكون عندي الكولسترول الـ classification of livid as structural elements إذن هس إحنا بالـ structural راح نصنفها الممبرين يعني بالممبرين يعني بالممبرين إيشه راح تصنف الممبرين الـ livid إذن هو فوسفو livid هو القسم الاثنيا الفوسفو livid غليسرول فوسفو livid غليسرول واحدة من ذرات الكاربون مرتبة بها فوسبيات واثنيا مرتبة بها فاتي أسيد سفينغو livid أيضا والإكلايكو livid هو جزء إكلايك كاربوهيدريتي وجزء livid ويكون أيضا على الشكل نوعين سفينغو livid وقالكتو livid أو سلفو livid الجزء الثاث أركية بكتيريا بيتريالز إيثر ليبدز إيثر ليبدز العقو والستيرولز هذي كلها موجودة هاجة أركيدونيك موجودة وين بالسيار؟ في ممبرين الجليسيرول فوسبيات عندنا هنا واحدة اثنية ثلاثة 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 درات كاربون هو جليسيرول مو جليسيرول ألديهايد ولا أسيتون هذا جليسيرول اللي هو ثلاثة الو اتش يعني يختبط الكاربون بثلاثة او اتش واحدة معتنى الثالثة راح تختبط بالفوسبيات جليسيرول فوسبيات فصار عندي جليسيرول فوسبيات تيجي هنانا الفاتيه السيد راح تتفاعل جليسيرول فوسبيات إذن الال الال جليسيرول 3 فوسبيات إذن الال باكبون او جليسيرول فوسبيات جنرال ستركتر او جليسيرول فوسبيات لبن او جليسيرول فوسبيات هذي الستركتر العام ثلاثة كربون مرتبطة بالمجاميع او اتش تفاعلت مع واحدة معتنى تفاعلت مع الفوسبيات جروب ولذلك اطلقنا عليها فوسبيات و اثنين معتهم تفاعلوا مع الفاتيه مثل هنا بالماتيك والك اصي اهنان الاكس مرتبطة بالفوسبيات هي راح تحدد لنوع الليبن the type of فاتيه اصيد that connected to L جليسيرول فوسبيات three phosphates are specific for different organisms اولا نكون من خاصية من الخواصل ال organism هذي الارتباع تعتمد عالي اثنين different tissue ممكن بنفس النفس الجسم لكن انسجة مختلفة ايضا تعتمد all the some organisms and different glycerol phosphates in the same cells ايضا داخل الكرية نفسها ممكن ان هناك يكون اختلاف بالاعتماد على الشو اللي مرتبط بال x شو هل الجروب اللي مرتبط بال x لو لاحظنا هنا ايضا مرتبط ايضا مرتبط من فوسفو تدك اصد مشتقميا من فوسفو تدك اصد لو ان ال x عبارة عن هايدروجين راح نطلق علي فوسفو تدك اصد لو ان المجموعة ال x عوضت ب ايثانول امين اللي هو c h2 c h2 n h3 بلاس راح شي نقول علي فوسفو تدين ايثانول لو مجموعة ال x عوضت بال choline ايش راح نطلق عليه فوسفو تدين choline اللي هو c h2 c h2 n h مكان الهايدروجين اللي هنا عوضت مجموعة المثيل اللي هي c h3 by t الفوسفو تدين سيرين هنا الحامض الامين اللي ال x عوضت بحامض الامين الحامض الامين هذا اللي بمجموعة o h اللي تفاعلت مع مجموعة الفوسفية فوسفو تدين glycerol ايضان هنان مكان ال x شنو شرط بط glycerol ايضان glycerol تاني ايضان glycerol phosphate is named for the head groups with the barbex اللي هي فوسفو تدين اللي هي فوسفو تدين choline فوسفو تدين اثانول amine و فوسفو تدين سيرين sphingolivit شنو ال sphingolivit و لیش نسميه sphingolivit The sphingolivit are driven via مشتقف of sphingosine مشتقاط sphingosine sphingosine هست رحمن they are they are composed of one molecules of sphingosine one molecules of long chain fatty acid and bollar head groups so they have one bollar head and two non bollar tails اذن هنان شوف اش راح اللاحق هذا sphingosine هذا sphingosine هذا sphingosine كأنما لو تجي تحسب واحد اثنين ثلاثة كأنما هذا glycerol يعني هاذا ذرة carbon راح نقول عيه glycerol بس هو مو glycerol هو هذا كل يسمونه sphingosine و راح يرتبط مع long chain fatty acid ايضا بمجموعة شنو مجموعة X إذن X هي تحدد لنوع sphingosine يدن هنا ثلاثة subclasses of sphingo lipids sphingo myelin و glyco sphingo lipid و genglyoside حسب التعويض بال X sphingo myelin selamide إذا عوضنا بال hydrogen و sphingo myelin إذا عوضنا بال phosphory choline who have sphingo myelin موجود بال nerve systems sphingo myelin contain phospho choline or phospho ethanol amine as they are polar head groups they are also classified as phospholipid sphingo myelin موجود بال nerve system sphingo myel are present in the plasma membranes of animal cells موجود بال plasma membrane animal cell especially in myelin which is membranes sheath that insult the axon of some neuron if he is on the axon on the axon he is on the and he is on the axon which can be neurotransmitters which can be in the axon the axon بلازما مببراين. سيرامايد. غلوبليوسايد هف 2 or more sugars. they have no charge at 7. اللي هو بزيولوجيكال بي اتش. ما راح تحميل على ما تحتوي على اي اشارة. that's also called neutral كلايكوليويد. ايضا نقطق عليها بالنيو. نيوترال كلايكوليويد المتعادل. يقلنا السيرامايد اذا بالهايدروجين. نيوترال كلايكوليويد هو كلوكوز. سيروبروسايد اذا عوضنا بالكلوكوز. واللاكتوز اذا عوضنا باللاكتوز. طبعا هاي تحدد ايضا ممكن من المحدثات للblood groups or differentiation between other tissue. يقنقل يو سايز اللي هو هاف اوليوغو. احناك اثنين او ثلاثة يحتوي. بينما هناج يحتوي. يحتوي لي على الاوليغو متعدد الكاربوهيدرات. الاوليغو سيكرايد. از دير بولر هاي دير بولر هاي دي جروبس. and one or more residue of an acetyl neomic acid. also called هذا الاوليوميك اسيد. نطلق عليه السيالك اسيد at the terminal. لو لاحظنا هنانا انه الهايدروجين سبق اسمه. غنجليوسايد جي انتو. اذا اوليغو سيكرايد الى واحد اثنين 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 نطلق علي اوليغو. اهنان هسا غنجليوسايد as determining of blood groups. انحدد البلد جروب على ال RBCs. على ضوء الكاربوهيدرات. سفينجومايدين فاتي اسيد هذا ثابت. شوفوه هذا ثابت. لكن الاختلاف بين الاو والاو والب او هو باختلاف شنهو؟ مجموعة الكاربوهيدرات المرتبطة بالجزء الكلايكوليبيد. اذا هنا كلوكوز غاليكتوز سيالك اسيد غاليكتوز فيوكوز. هنا نفس الانثابتات تعوض بما بالسيالك اسيد. اهنان اضافت علي مجموعة الغاليكتوز بالبيد. هسا نيجي للكوليستيروك. شنه الكوليستيروك. شنه الكوليستيروك؟ اذا هو من احد مشتقات الليبت. it is widely distributed as steroids and animals and humans. it is essential components of cell membrane. هو ضروري ان الجدار الخلية يطيها مور مرونة بحيث ما تتكسر لو كانت انه ستفت راح تتكسر. يوصلنا من عند الفيتامين D هورمون. اللي احنا استخدمه بالركض بالكساح انه النقص والفيتامين يسبب عند الاشخاص يسبب عندهم لين العظام او الكساح. and bile acids are synthesized from cholesterol. أيضا ان حوامط صفره عمية تسنع من الكلستيروك. البعيد سنستخدمها are essential for normal digestion. اذا العمية بالهضم الطبيعية and absorptions of fatty and fat soluble vitamin most of the cholesterol is synthesized by الاليبار. اذا ممكن ناخذ بالدايت عن طريق الـ eating أو يصنع داخل جسم الإنسان وين يصنع باللبر وزيادة في الانتاك الكوليسترول وزيادة في البيض أيضا ويضع إلى كوروني هارد ديزيز اللي هي من ضمنها الـ MI بسبب الترسب الليبت على جدار الأوعية الـ Insaturated Faties reduce the level of cholesterol in the blood إذن بما أنه انت طبيب ويجيك واحد عند ارتفاع بالكوليسترول يشتنصها يأخذ Oil اللي هو هذا الـ Insaturated لأنه يقلي من مستوى الكوليسترول داخل جسم الإنسان الـ Essential Faties Acid الـ Essential هي الضرورية اللي ما تصنع داخل الجسم الإنسان اللي يجب أن ناخذها بالدايت الـ Leonic Acid الـ Archidonic Acid هاي كلها هاي لازم ناخذها بالدايت وهي موجودة في الـ Archidonic Styl membrane بما أنه بـ Styl membrane وخصوصا عند الأطفال اللي يحتاجون تكثر الخلايا لذلك يجب أن نكثر من الـ Archidonic Acid Essential Faties Acid Synthesized Structural Files وفلسط لداخل الجسم ويجب أن تحصل على الهوامر الـ Hasidic Mg هاي كلها ويجب أن نحصل على الهوامر لذلك كون الهوامر والحتلج جانب من الهوامر ستحصل على الهوامر إذن نقص الحوامض الدهنية الضرورية راح يسبب لي نقص بالمناعة ونقص أيضا زيارة الإفلميشن الـ best diet resource are vegetables oils اللي هو إحنا لازم نأخذه الـ oil دقلنا اللي يغلل المئة من الكوليسترول وميليستيك فاكتر of fatty acid diet الـ trans fatty acids exist in very small amount موجود بالـ natural fatty acid راح يقلل لي من الـ HDL وهذا الـ HDL هو ضروري ليشكلني ضروري يخلص لي من من الكوليسترول موجود بالتشوين يقلل الليوفر وبالتالي سويل لإكسكريشين هذا الترانس ايضا راح يجيسه بالتالي إذا قلل لي هذا الـ HDL راح يزيد عندي الكوليسترول داخل جسم الإنسان راح يجيسر عندي الآتروجينيك ليبروتين راح يجيسر عندي الآتروجينيك ليبروتين الـ trans fatty acids are formed when vegetable oils are hydrogenated during the formation of migraine الى آخر